من أجل التركيز على مشكلة البطالة ووضع الحلول المخترحة لمواجهتها وكذلك متابعة سياسة التكويت وإزالة كل ما يعترضها من عقبات قدم طلب النيابي لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تكون مهمتها الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ودراسة جوانم الضعف في سياسة التكويت وكذلك متابعة تعيين الوافدين في الجهات الحكومية بالإضافة إلى الربط بين المشروعات الجديدة والتوظيف وإعداد تشريعات اللازمة ومراقبة التنفيذ هذه اللجنة ستعالج كثير من القضايا وتهم المواطن الكويتي بالأساس في إيجاد فرص وظائفية حقيقية مناسبة للتخصص ماله في المستقبل فمعالج أسباب قضية البطالة جزر رئيسي في هذه اللجنة ومواجهة كل التحديات الاقتصادية القادمة الحلول الحكومية اللي شفناها في السابق لا حلول لا حلول وإن كانت حلول ترقيعية ولكن لا حلول التفاعل بل تكون من الحكومة الحالية اللي جيدة أن يكون لها إجراءات واضحة برنامج واضح معلن عن الإحلال الحقيقي الموجود والفرص الوظائفية الموجودة نيابيا تأييد لأي تحرك ملموس للتصدي لقضية البطالة والإحلال الوظيفي لا سيما في وجود قرار ملزم للحكومة